نظمت نقابة الصحفيين يوما تضامنيا مع الصحافة الفلسطينية تحت عنوان نكتمع معا لنقول أوقفوا الحرب انقلوا الحقيقة شاركوا أهل غزة في رفض صفقات التهجير وإعادة التوطين للمزيد ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أهلا بك أحمد ضعنا في إطار الفكرة والهدف ومدى التأثير نعم نوها تحية لك من مقار نقابة الصحفيين اليوم تنظم نقابة الصحفيين يوما تضامنيا مع الصحافة الفلسطينية بعد هذا العدوان الغاشم الذي يتواصل لمدة أكثر من شهرين ونحو نصف الشهر حتى الآن وكانت نقابة الصحفيين نظمت العديد من الفعاليات منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي لوقف هذا العدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني اليوم نقابة الصحفيين تنظم هذه الفعالية تضامنا مع الصحفيين الشهداء الذين تشهدوا في هذه الحرب الغاشمة سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان أو الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة الغربية هذا اليوم ينقسم إلى عدة محاور وعدة نقاط من بين هذه المحاور عرض فيلم تسجيلي وتوفيقي لهذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون نحن نتحدث عن أكثر من تسعين صحفياً تشهدوا منذ بداية هذه الحرب الغاشمة وكذلك يتم تنظيم ندوة لتوثيك والتحدث عن هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة جراء هذه الحرب الغاشمة هذا بالإضافة أيضاً إلى التنصيق ما بين نقابة الصحفيين المصرية ونقيب الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والصحافة لاتخاذ خطوات بحق هذه الجرائم ضد الصحافة الفلسطينية والعملين في مجال الإعلام في فلسطين وفي قطاع غزة لاتخاذ خطوات والتحرك لمحكمة الجنائية الدولية هذا الحدث الذي يشارك فيه العديد من الفلسطينيين من الصحفيين الفلسطينيين من فلسطين وأيضاً من الاتحاد الدولي للصحافة وعدد من الصحفيين المصريين وطبعاً على رأسهم نقيب الصحفيين خالد البلش نتابع معكم هذه الفعلية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية من هنا من نقابة الصحفيين المصرية شكراً جزيلاً لك أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري على تفاصيل